أرحم ديب تسنن حشر قلنا بروح تسنن تم أرحم يا بو سعيد يَلَّا حيّ يَلَّا حيّ يا مرحبو يَلَّا حيّ يَلَّا حيّ طيبين بتعب أبو الزرع كيف الحال يَلَّا حيّ يلا مرحب وما سهلة أنا أعطيك لك حبيب المتسابقين جعيني ما خلابين كيف حالك أخو المتسابقين طيبين أعز الله أني أخوكم والله أني قلصاني كيف الحال؟ طيب صوتين قطع كيف الحال؟ طيبين الله يصبحكم أول مرة تقدم جلسة الرية نعم خلاص وابعيش أريحي حتى المتسابقين كثير خللهم ما كثيرا ما تجيس نعم أنا بلازش ماغي ذا الحين مبادرة كيف والله علامة علامة خل الموضوع بيننا 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 كيف الحالكين الرابع طيبين الله يصبحكم بالخير صلى الله السؤالة في هذه أو الجلسات هذه اللي أخل البث تنشرى قسم الله خاصة إذا كانت محفوفة لكن إذا جاك مثل مثل متسابقين ذا الثنين تحس نكتب لش أنا أشهد أنها زينة تعرفوني من خاطر ما يحتاج واحد فات بلا شيء طيب طيب على اليمين على اليمين بس سؤال الأهم محمد أنا حبي أنا حبي كيف الحال؟ السؤال الأهم يجي سألت إياه كم دفلنا سامر اليوم اليوم والله ما جاني صدق ما جاني تحجيث ولا أخذته ما شفتنا فابشير بي هلا سوف تكون سأل جمعية كم سامر والله بيضلاج أشوفنا كم سامر يا سيفي الله حيّ كيف حالك طيب يا مرحب وسهل نحيب بعد السحور غدا عشورة والرسول العسلم يقول في عشورة حتى سبع الله عز وجل أن يكفر السنة التي قابلها هذا اليوم يا الرابع يحرص الشخص على سيامه والله خلونا واشر يحرص على النبي يقولوا لا إله إلا الله أول شيء خلني بلز الشماء حسيت نشاد حسيت نشاد حسيت نشاد هذا سالم سعيد هذا اللي تحتلبك الله يصبحكم بالخيان ربع جميعا الله يصبحكم الآن الله عز وجل في سماة الدنيا معي فيصل الله عز وجل في سماة الدنيا فينزل نزول يليق بعظمته سبحانه و جل فيه الله يقول الله عز وجل ثلاث أمور فيها كل الليلة أنا والله أنا دائما أتفكر هذه الأمور أقول أن الله عز وجل أو لو أن كل شخص فكر في هذا الحديث والله العظيم تتحقق جميع مطلباته في حياته وفي آخرته ألا وهي ألا وهي أن الله عز وجل يندك يقول يا عبدي العاصي اللي يبغاني أغفر له أقبل يقول الله عز وجل في كل يوم في سماة الدنيا هل من مستغفر فأغفر له فإحنا الآن لما نتحدث عن بركة الاستغفار هو أبع عظيم للرزق فالله عز وجل يقول في سورة مني فأقول تستغفر ربكم ويمددكم بأموالي وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة كل هذا قابل بالاستغفار فإحنا الآن لما نقوئ الله عز وجل بالاستغفار تجد الله عز وجل يحققلك وطلباتك في الدنيا والآخرها الشيء الثاني والذي من سائبه فأعطيه دائماً كل شخص عنده أحلام في حياته, وعنده تحديات وعنده أمور وعنده صدره ما يعلم من الله عز وجل لما الشخص في هذا الليل وفي ظلمة الليل يدعى الله عز وجل تجد إن الله عز وجل يحقق له مطالبه نوح عليه السلام أو عفواً ذنون كان في بطل الحوت كان فيه ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة بطل الحوت وظلمة البحر ثلاث ظلمات دعوة في هاي الظلمات الثلاث انجاه الله عز وجل وحقق لها مطالب فانا اقول لكم يا ربع شديك هذيك فراقب ياسم فانا اقول يا ربع يا عيال احنا كم يرطل هنا كيفر يا حبه يقدر الشح ليها بعد ان شاء الله تشتروا تلبسوا مايكات الله يوفيك الله يوفيك الله يوفيك الله يوفيك طيب شباب شباب ايه طيب ما اني بان اطلع عن نص الموضوع بس انا قبل اتكلم في موضوع الصدقة ايه ثلاث ظلمات دعوة الله عز وجل اشقال لا اله انت سبحانه ان كنت من ظالمين لا اله انت سبحانه ان كنت من ظالمين والله يا ربع بعيدا خلنا نتكلم صدق اتمنى انها تصل من قلب لقلب سبحان الله لما الشخص من المواطن جابت الدعاء طيب لما يكون الشخص في عسره وفي محنه تجد ان الله عز وجل هذا موطن من اجابة الدعاء لما يدعى الله عز وجل يا رب ان يمسني الكرب يعني خلنا نقول موسى عليه السلام طالع او خرج من قريته خائف يترقب القوم ياخذونه فراح سبحان الله شوف هذا من مواطع انت الان لما تجبر شخص وتساعد شخص تجد ان الله عز وجل يجبرك سلمت سبحان الله وما يوقف سبحان الله لو ما فكر فيه تقول سبحان الله خرج من قريته خائف لا وظيفة ولا بيت ولا زواج وحالته صعبة راح لقى مرأتان تذودان يبغان يسقون الحلال عنده اول موصر واش سوى موسى عليه السلام واش سوى موسى عليه السلام سقى لهما ثم تولى الى الظل اول ما تولى الى الظل ما حتى كلمه ما يبغى منهم كلم تولى الى الظل دع الله عز وجل قال ربي اني لي ما انزلت اليه من خير الفقير فرزق الله عز وجل والوظيفة والبيت والزوجة سبحان الله هذه الامور حلم كل شخص حلم كل خلنا نقول شاب موسى عليه السلام موسى عليه السلام جلسة ريحية لا بعد حد فسبح الله تجد الدعاء خاصة انك لما تلتمس مواطن جابت الدعاء الله عز وجل يحقق امورك والله يرب عليه ما يبالله فيه برنامج عشان مشاهدين انا احرى اخاطب كل مشاهد اذا ضاقت عليك الدنيا وتقفلت يرب عدو انكسر يرب الله تجد ان الله عز وجل يستجيب دعاءك يحقق لك امور وانتم الله بيعلي انا ودي ان الموضوع يكون تحاولي تشاولي اكثر اسلام بس تكفى بك فكلمة دصة نوح عليه السلام هذا الصبر يصبر نوح نعمر حلف سنة نوح نعمر حلف سنة عطاك القصة كاملة في كلبتين صبر ايوب ايوب صبر يوسف شف شف لا لا ايوب ايوب عليه السلام ايوب حالله متكلم ما يقول صبر ايوب ترى ايوب ترى دعوة واحدة قال ربي خلاص وصل اعظم مرحلة من الصعاب من الصبر من الصبر والمرض واتما توفى ولاده والمرض اخذ ايه والجوع وكل تخير يا الربع دعوة واحدة من قلب صادق وقال ربي اني لما انزلت اليه من خير سبحان الله تبد الاولاد ساق الله عز وجل هل هو الاطبعتين وزد له الله عز وجل المال والعافية والعافية رجعت له هي اهم شيء كان بالنسبة للعافية تجد ان الله عز وجل سوق لك التباشير بدعوتين انت ما حسبت حسابك ايه حتى حطوه هنا جاه مرض قالوا هنا قرية اطلع من المرض نعم اخرجوه من قرية سالم وكان عز وجل قومه سالم كان عشان الريح من المرض سبحان ايه احنا متكلم احنا متكلم شوية ايه ترجع بالكرشبي ارجع الكرشي ارى وحطة اه واسع الحين اشوية والله اني مضي والله المشكلة لا خرضي اطوال عم طبع عيانا رجل الله لا تنسافصة طيب يالربع اتكلم اتكلم يالربع عن الجمعية جمية البر الخيرية الجديدة اه اشتبي اتكلم طيب يالربع ايا صلى عن النبي لا اله الا الله خلوا له احط الصوت خلونا نتكلم الآن غدا يوم عشورة وانا اخاطب كل شخص يسمعي الآن سوم عشورة لو انك على سفر ولو انك تعبان ولو ان فيك ما فيك من امور الدنيا اقول لك سوم لان كم ذنب يعني الله يغذرنا يجاوز عنا فعلناه وكم ذنب الله عز وجل او الملائكة كتبت عينها الذنب في غدا فهذا اليوم تروح كل معاصيك تتذكر المعاصي الكثيرة ترى الله عز وجل يغذرها لك نصداق ذي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب على الله انه يكثر السنة التي قبلها سيام يوم عشورة عندنا يالربع بكرة سيام يوم عشورة وعندنا الآن ثلثة الأخيرة من الليل وهذه هي يلة عشورة وعندنا جمعية المبارك نحن الآن في هذه الجرسة المحفوفة نبغى مئة ساهم بس من ثلاثمائة وخمسين ريال تحدي وبإذن الله اننا نقدس اسمح لي بشيء أبقى أشوف كنا فجر يوم عشورة نعم كنا عظيم والله تدعى الله عز وجل كنا الله عز وجل بإذن الله نحقق لك مرادك حشورة اسمك عادك أنا بكنا أخوي يبقى أقول لي كلمة هني برحة تسنن صح طعم لأبشكنا اليوم نحن نجلسي مع في جهسات أبشيربي بواحد تبرى بخمسة وثلاثمائة ما شاء الله يعني ما فرقت على مئة ساهم يا جاء الله عشي فدقنا خمسة وثلاثمائة من غير شر ما فرقت على مئة ساهم أنا بإذن الله هني برحة تسنن ها؟ ولم نطعتهم من السنة كيف تبشون إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله أني بكون أول ما يفتح رحمة تدري فحر أنا أتبرى على نية أخونا عبد الله جابتنا اليوم غراض والله يطول العمرات شتاع بيض الله واتش باقي 99 سهم الله هي بيضيك يا عبد الله يا ربع لما تكلم عن الصدقة ترى فضلها عظيم وفي ليلة عظيمة ليلة عشورة والله عز وجل في سماء الدنيا فيقول هل من داعين فاستجيب له أنت لما تلتمس مواطن جابت الدعاء ثم تتصدق أنت تلتمس مواطن من مواطن جابت الدعاء وادع الله عز وجل والله أن ترى من أمرك عجب والله أنت تتحقق بطالبك لأنك أنت قبضت على رب كريم سيف؟ أول شي الله سيصبحكم بالخير وإن شاء الله صيام مقبول إن شاء الله ودعم مقبول إن شاء الله اليوم العظيم والحمد لله يكفر ذنوب سنة وراء فلا وصيكم في الصيام شيء الثاني أنا بتفرع بساهم 350 بس أبغاك تذكر أسامي المتسابقين وتجيب علينا فرق نحطها في إذا ما أجبت ما بتبرع ألا أنا بتبرع بنيتي وبنيتي اللي شاهدنا وبنيتي شباب أبغى الجمعية لأني أنا ما أقدر أمسك جوالي أبغى الجمعية الجمعية أبغى الجمعية أبغى الجمعية بس تذكر الأسماء فيه عشان نتفخر به سعر نجلب الإنشاء الله بنيتي الشباب بالنية الشباب وبنيتي والدي أبغى الجمعية أبو سعيد أنا أتبرع إن شاء الله أبو سعيد طيب صلع النبي عشان الصوت ميد الله وجهك والله يكتب في حجر أنا جاني اليوم أحد الشباب اللي هو إبراهيم عواد جاني اليوم قالت تبرعت لك بسهم 350 فأنا اليوم أهديه سهم شامل 350 وبعواد ويستاع إن شاء الله أنا قفلنا تقديل خمسة سهم والجمهور باقي ما لنقلنا تبرعاته الجمهور معنا بإذن الله نرحبه بإذن الله شكراً لكم وإن شاء الله ما أصلي الفجر لا يكتب في رأح بإذن الله بإذن الله بإذن الله سالم أنا لا أتبقى عن إجابة الرابع أتبرع بسهم 350 عني وعن والديني وعن الرابع وعن كل بي شكراً 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 يا رب أنا ترى أنا أبغالك كل يشارك بنصيحة بدل على الخير أو الدلالة على الخير صار الموضوع حواري أكثر من لنا سواء مع فلوس أو ما معه اللي معه ولي ما معه سانك فاز يتصل به سانك تصل به فيه عظيم تكتعر من الأبداء وتشيب منها الوداء الله أكبر أعطي لك خلافة اليوم ما شهرين ما تصح يوم عشهر أصح يوم عشهر أعطي لكم مسال في كل فاقر لي أنا متصدحين أعطي لكم مسال في كل فاقر لي على العموم لبيه باقي باقي طيب تعليم شاعات في نجاسي كم ساعة أسلم باقي توقع 28 و 48 باقي باقي بعطيكم خارفة أنا من أن أتبرع على عمر رجال باب شهم أستاذ وأتبرع بشهم ثاني لنا غيظ الله وأتبرع بشهم ثالث لي والولدي غيظ الله أنا بأسعى جاهد أن أتكلم يداري يعطوكم جوالاتكم أتبرع بشهم والله أسعى لأعطيكم بإذن الله ونكرم بالحله عشان اليوم سيام ونهنيهم ونبرك نبال مدة خمس ساعة ساعة بإذن الله يا عيال دقيقة دي قولوا إلي الله أبعدنا طيب ومهبرن قولوا إلي الله هنا تسعة أسهم تسعة وغير كده الناس يسألون الرجال هذا وش فاكرته؟ أولاً فاكرته أنه أخونا هذي حاجة الثانية الحين يقول والله لسعى أعطيكم عرفتوا ليهن عبه عرفتوا ليهن عبه يا ناس أحبه وحبه الله يجعلني مخلوق الله ينربع أقسم بالله أني أجي أجي البرنامج ينربع حياة أجي عند أخواني أجي أشوف ضيصوني هذا يفضفظ هذا عند المشكلة هذا يضحك هذا يقسرة تعب لي كلمة حياة بالله ينربع أني أروح بالله لدرجة أنه أخوياني لبرة أقول ينربع أنا عائل في حياتي أنا بستانس عند أهلي وأخواني قسم بالله أنكني كأني صدق الآن كنت أروح مثال الأخوياي وأروح للأهلي الآن الخاصة أنا موجود هنا بين أهلي وأخواني وأصحابي ما يدرون أنك أحيانا أحيانا أنا أبو سعيد والله أني قعد ليني شاركنا في الفطور ورسوله ما أنا يضحكي يطلع الصباح ودوامه ينتي في اللي سبحان الله ينربع ترى هي مرة وحدة وسبحان الله والله يرجال هي مرة وحدة والله يرجالي نواصل لين باب لين قلت يا رب عكرانكم الله أنا ماشي ممتاز وأروح كده كده يردني ثلاث مرات أروح للباب وأرجع أروح وأرجع والله ثلاث مرات والله ثلاث مرات يوم المرة الرابعة والخامسة والساسة تكيت لس سعة تسعة هذا قلب مضي هذا قلب مضي أبو سعيد والله العظيم يشهدني الله كنت سوال يعلم بشي الخاطئ كل يوم شبه يوم أنتكي عصرية حق تهدف سهم ننتظر لنبي فقرتك نبي الفقرة سالم سعيد سالم سعيد نتذكر سالم سعيد يتغلى علينا يوم حبي قال عادي يتغلى وصار يجينا ناس الغامضي يقول لأبو عبد الله اليوم مثلا أمس كانت عند فقرت أخي رعد المحتال ناس الغامضي ومبارك لك لبي تحية رعد عشما يزعر كنت يرى بعصدق تعرفين اللي أنا أشوفكم تحت البيث والجلسة ومستانس جدا جاء بعدها قال يدخل أصمان إذا قال أدخل أصمان إذا أدخل وبعث على الخير بس الآن لما أدخل يكون فيه شعور زائد شعور أنك تلس بين أخوانك وجلس أبوز كمان والشعور حواري جعل ما فقط كتركي قرامي الله يطول أمي ولقصرهم بالفقرات الثانية لكن والله العظيم يدرون الشباب ويدرون الفينيتي وبي خاطري أن الفقراتك نها غير ننتظر فقراتك ولقصرهم بالفقرات الثانية لكن فقرة حقك نقدرها ونحبها نتمناها تجي أعلمنا بالهدف حقنا أنا أقول لكم الهدف نرجع حين للتبرع أنا أقول لكم من الرابع ترى الفقرة الفقرة هذه اللي ثوها جاية المنظور أقسم بالله أنهم لو يحاولون بشتة طرق أنهم يركزون على ناحية السلبيه ويضربونه يبيكم تفرقون بس أنكم رأي جيد عز الله أنها محاورة طيبة ونشهد قل رميكا أصوبهم أم سدد رمينا يا رب سعيد من الموضوع عن الصداق والوقت يعلم الله أنه محروم قال اللي الله سبحانه وتعالى دعا سعك للمنية لين يقول هذا الساعة هذا أحاول ولن يفعل الخير مع الله سبحانه وتعالى محروم محروم جدا لأن الله سبحانه وتعالى سأحياكzen هذه الساعة يوم عشورة و يوم فضيل ويوم فضيل موى صداقة او صداقة كل الجمع يوقف calendar فشت reuse محروم من الله يوم هدى قول يوقف نطلب العداد يعطون جوهاتنا نتصدق أنا أقوم بشي بإذن الله نجيب تلك الجوالات كيف حال؟ ساس، أنا أطلب منك شاشة تلقاهم شاش تلقا؟ هذه لازم تسخدفتها دليا شباب شباب غير قضيبة يا رابع كل ما يجريسي مجمع بسي أدخل على الوقت أتساب طيب يا الرابع اههه هاه طلح المذنب اهه هاه ها αه فقرة ما كان هناك متسابقين أو نجوم أنا أسمي لكم نجوم شغف على نجاح الفقرة والله ما تنجح الله يطول اوه والله يوفكم جميعا وبيض الله يجيبكم من ربع لببيت وان يروح وان يروح وان يروح لا 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 قبل شيئا ما طرح تقول تحييها الرعد ونكون شوية منطقيين عشان الجمهور يرهمنا احنا اول مدينة اول اول مقدمين احتوانة ودرجة انهم حتى تحت الهولاء سووا كده اولا تراكم عادي الرضيال دا وراعد انا انا اقولها وامتأكد ان اغلب كسروا الحاجز اللي عندنا وامغلب المتسابقين نفس الكلام اللي ممتون ابو سعيد وابو عبد المحسن هذول الثنين اللي حنا يمكن اقرب مقدمين لنا ونحبهم مع رجالة بيرهم شوية قوية اللي هو عبدالله الراجح صوته متسابقين اليوم صوت العدالة هو عبدالله صوت العدالة هو عبدالله الراجح طيب يالربع بقي تقريبا على الاذان تقريبا بقي على الاذان تقريبا يالربع عشر دقائق خلونا نستغل الوقت مع بعض خلونا نستغل الوقت مع بعض يالربع عندنا الان سبيض الله وجيهم الشباب تقريبا قفلوا عشر اسهم باقي تسعي سهم ما على الله شيء مستحيل صدقني لهم بعد الى خمسين صدقني بإذن الله في ليلة عظيمة يعني ليلة يوم عشورة وصيام عظيم ووقت عظيم والله عز وجل في سماء الدنيا انتو بدوا الصدقات فنعيم ما هي وكذلك قول الله عز وجل قدموا بين يدينا جواف صدقة صدقوا على الله عز وجل وشوف غادم الأيام كيف التباشير موهب انك انت اختبر الله لا هذا حصن ضم بالله عز وجل وانا ميقين للله عز وجل بيرينا شيء عجيب ومن أمرنا عجب فانا اقول الان نبي نقفل تسعي سهم تراهي والله ما بتكون في جيبي ولا بتكون في جيبي احد المتسافقين قسم بالله انها في جيبي الجمعية وللمن اليتيم والفقير وتراهوا خير على خير على خير فالفرصة والله انها بين أيديكم بيجيب المدى الحياة انا اشهد هاد فإننا نبينا نبينا نأتي في تعالل يا ربك ان شيء لي ما ما يموت انا الشيء لي ما يموت لأهم اسلم kus انا ودي يستغل الوقت المبارك هذا واليوم الفضيل ويوم عاشورة قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرجو أن يكفر السنة التي قبلها والواحد في الأيام المباركة مثل هذه الأيام يعني يستزيد من الخير والوقف الآن يعني لو الواحد يتبرع يكون صايم ومتبرع اليتيم في صدقة جارية ووقف يعني خير على خير فأود الواحد على ما قال يستغل الفرص هذه ويخلص بالنية هو الشي واللي ما يقدر ينشر وإنما الأعمال وبالنيات الواحد ينوي النية هزينا هو والله يوفق الجميع يا ربي عندي وقفة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفي غذب الرد الله يضار رضى عنك وانت دعيه يستجيبه كل ما يستجيبك والله ليستجيبه فأنت الله راضي عنك وتدعي الله عز وجل وتقول يا رب تكفى يا رب تظنه بيردك والله العظيم مايردك وفيه وقت عظيم وفيه العظيم فايز وش حاب تقول أدرك معه هذا بعد هذه الفرصة في ليلة عشورة وأجر عظيم وكفلة يتيم ما دال حياة معك يا سلام يقدر يقدر هذا الحين وهو جالس على جواله يتصدق أيو الله العظيم أيو الله العظيم يسألة يسألة طيب يا ربع يجيني بعد التغريدات كيف أتبرع وكيف أتصدق تغريدات هنا أخذ أتناظر يجيب كيف أتبرع ترى بثلاث طرق البركود على الشاشة تمسح البركود تدخل على المثجر الطريقة الثانية تأخذ الآيبان وتحط الآيبان وتحواله على رقم لعساب الوقف الحوالة الثالثة جميعات خيرية تكتب فوق في الخانة البحث الجديدة جميعات خيرية وقف اليتيم تبرع بالليفقدر عليه يترى هذا الشيء يبقى عشر ثواني وانت موصل تبرعك عبد الواحد على صوت السلام صحيح الله الإنسان في حياته يخسر كل يوم كل واحد منا يخسر في اليوم مبلغ وقدره لو نحن بره طبعا ها جواله لكن بره يخسر 200 300 100 150 400 على حسب ويكتشف فيما بعد انها تروح فيه أشياء فاضية وفيه كلام فاضي واخذ عبالات انت سمعت كماليات كماليات كلها ولكن عندك شيء أساسي انك تستثمر من حياة كالدنيا الحياة كالآخرة يا سلام وتستثمر في دار الفناء لدار البقاء يا سلام وهذا شيء متاح للجميع ما هو الحد عن حد فاللي يريد تبرع واللي يريد يحث على التبرع فهو صاحب أجر طولها أجر عظيم عند الله في الدنيا وفي الآخر والله يجعلنا وياكم منهم سلامة الجميع الله يبيض وجيه الجمهين الشباب قفلوا عشرسهم بيض الله وجيهم الباقي عليهم الباقي عليهم ويقولون بشنوب أناصر البريك يتبرع بـ 150 ريال بيض الله وجهه فوزية الحربية تبرعت بـ 50 ريال بيض الله وجهه فاعلت خير يتبرع بـ 150 ريال سعود القحطاني يتبرع بـ 150 ريال حسن الزهراني يتبرع بـ 350 ريال جميلة العنزي يتبرع بـ 350 ريال وكذلك فاعل خير يتبرع بـ 150 ريال أبي الدعاء لي ولي والدي خلهم يدعون لي ولي والدي ولأولادي بالعافية سعود الله عز وجل يعافيهم أن يجعلهم قرة عينك في وقت إجابة الدعاء أسأل الله عز وجل أن يشفي والديك يمتعكم بالصحة والعافية كذلك يتبرع بـ 200 ريال أم أحمد تقول سلام عليكم ادعو لي ولي أمي بالتوفيق في حياتي من أم أحمد الله يكتب أجرك يا رب العالمين وسأل الله عز وجل أن يطيل في عمرك وعمل والدك على طاعته كذلك أم شعل بالشفاء وتفريج الهم تبرعت بـ 250 ريال بيض الله وجهه والله يجعله في ميزان حسناتها أفراح عسيري تبرع بإسم مفرح علي عسيري وعائلته ونيته وأهل المتوفين أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم ويجعله في ميزان حسناتكم بإذن الله أن هذا الوقت يكتمل وفي هذا الوقت العظيم أنا أخاطف أقول الحق على عمرك وتبرع في مثل هذا الوقت الله العظيم لا أدري أي عمل يدخلنا الجنة وأي كلمة يدخلنا الجنة وأي ابتسامة يدخلنا الجنة ترى سبحان الله لما يبلغ حسن الخلق القائم الصائم والمجاهد لما يكون الشخص حسن حسن الخلق يجبر هذا يسعد هذا ترى الله عز وجل يجبره ويسعده وله من الخير بالله بيعني فأنا أقول لكم الآن يتيم وفقير والفرصة بين يديكم فأسأل الله عز وجل فالنحلة بكتمل هذا الوقت في هذه الليلة المباركة تغانم مواطن جابة الدعاء وتغانم كفالة اليتيم والفرصة الفضيلة وليلة عظيمة أنا بأخذ من تركي اللي في خاطرة ودي أسمع من تركي كثير ليش كثير كثير لا 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 كثير ويا غمجة لا 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 لأنك بحر أو شيء يقصد أن عندك الكثير اللهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد يوم عشورة يوم فضيل يكفر السنة اللي راحت فأغتنم يا ابن آدم جيتك بين يديك على طبق من ذهب يوم فضيل اللي هو يوم عشورة خلال يوم تصم اليوم هذا وتكسب لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويا زينها صمت اليوم هذا وتصدقت في الوقف الجديد أنا أشهد أو يقسم بالله أجر جدا عظيم جماعة خير أنا أشهد والله يجعل رب يوفقهم إن شاء الله يتصدقون ولعد بقلة تسعين ساحب اللهم حنا سوينا عشرة باقي عندهم إن شاء الله بذن الله خالد نصر أبرك أي خاطر كثير كثير ها 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 ويوم الثلاثة يوم برايم الوقت تصدقوا صادق تنيج التفريج ايه ودعونا تصدقوا مننا بيطلعون سبعة خاف ما تشوفونني خاف ما تشوفون سالم الله تصدقوا خلونا على الأقل نطلب شي مستفيدين يا سلام والله أنا مئة ريال أغربكم يقول ما أملك إلا مئتين ثلاثة براعبة كلها يا خفزين يا ميارب يبارك لك فلعنة ما تقدر الله تقدر عزيز بالبرنامج اللي ما يقدر يتراه سبيحك الحل أخذ التحديث بسم الله هذا ويكش وشو؟ قنزف قنزف اه قنزف قنزف القنزف طبعا طبعا بني ريالتي مونت قط علينا هذا مونت قط علينا هذا مونت قط علينا هذا مونت قط علينا حط حطينا لا شوف يا باب لا 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 يا ولد ولد جاي برأس محمد ليه؟ أبو مهدي أنا الله قم بها قل الله إله الله لا ما تدرون من هنا في الحديد تدرين شو بسيقو ذي كده؟ تدرين شو بسيقو ذي كده؟ خايف 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 لا لا خلوه لا لا خلوه لا لا خلوه حتى ينفع يحس بالسكينة حتى ينفع بالسكينة حظنا مشايدك لا لا تكوينة يا الله أبو سعيد أبو سعيد أبو سعيد أبو سعيد أبو سعيد خلوه يا رجال الله يا رحمة والدك خلوه أهلاً أسلام أهلاً أسلام أهلاً أسلام أهلاً أسلام أثناء نقاش اليوم أخوة فيصل أخوة فيصل ديبالين عن موضوع لو طلعنا بكرة لا أحد يضمن حتى الربيع اللي عليهم ملاحظة ترى ما هم مضمون خروجهم كلام صحيح سمعت فطر يترمي إياهي قلنا والله لو ما نطلع من ذلك البرنامج إلا بأننا تكلمنا في الوقت كهذا مرة وفي ناس يمكن تبرعوا سببنا هذا واحد الشيء الثاني محافظتنا على الصلاة بعد الله عز وجل مقصرين بره كلنا هنا محافظي بعد الله عز وجل يجي تقصير لكنها أكبر الشيء الثالث قراءتنا القرآن كل رجال يكتب في يده الصفح الذي وصل لها يعني تطلع من هنا خاتم القرآن تطلع من هنا خاتم القرآن متكلم في الوقت والله مصلي على محمد وش الثالث اللي أقلتها تكلم صران حافظ على الصلاة والوقت هذه الثلاث والله لو تطلع بكرة أنا ولا أي رجال منكم أقسم بالله أنها تسوى شيء واجد الله يبيض وجهك لدى العنجمين لحنا نقرأ بعض التبرعات في شركة الجمعية ماجد العتيب يتبرع 350 ريال على هذه الصباح يا الله يبيض وجهه يكتب أجره الصباح شهران يتبرع ب 50 ريال بيض الله وجهه عندك فاعلة خير تبرع ب 350 ريال بيض الله وجهه تقريبا على الأسهم على الأسهم على التبرعات هذه تقريبا قفلنا خلي شوف أبغال الجمعية يعطوني التحديث الأخير اللي أرشلتوا لي ولي ما أرشلتوا لي يا رب عذن الله يا رب عذن يا ربع فبإذن الله أن هذا الوقت تتمن وما على الله شيء مستهيد وكلنا إن شاء الله متوكن على الله عز وجل وإذا ما قفلناه إن شاء الله الشواب يقفلونا أبشر بسعاد والله يبيض الله ديك رب على حماسكم أبشر بسعاد أعني والله مخالب منكم وأنا نخلص جوارات أنا أشوف شو 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 تكتب سواء يا رب على ذا عدمين بداخل حرف رح حذر أسمعك طبعا اليوم أنا الصلاحة مستهنس وكاني دافع معه جدا قبل فهذه بحدات هذي أصعدتني أي بريت فهذه بحدات هذي أصعدتني جدا شو شو